في هذا المقام العظيم لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمن كان سبباً في لقاءنا هذا وفي هذا التكريم القميل الأخت العزيزة فرصة سعيدة لنا جميعاً أننا التقينا في هذا المكان القميل وكان لي حزناً أن تابني في هذه اللحظة وهو لماذا لم يكرم؟ رفيق دربي الشاعر العظيم عبدالله عبدالله بن أمان في حياته رحمه الله الآن كيف يكرمه هناه وقد توفى وانتقل إلى قوار ربه؟ كان لابد له من تكريم يسعده في الدنيا قبل الآخرة حزنت من هذا كالموقف الذي وقدت فيه بالزيارة لمن ألف النشيد الوطني لهذا البلد وذلك التمثال العظيم الذي عملوه لهذا الشاعر والذكريات العظيمة والمقر الذي يحوي كل ما خلفه ذلك الشاعر من أشياء جميلة فهنا طرق في بالي الأستاذ عبدالله عبدالله بن أمان الذي ألف نشيدنا هذا الوطني النشيد الذي يمكن أن نسميه نشيداً عالمياً لأنه قد جمع فيه حب الإنسانية كلها قال عشت إيماني وحبي أممية أنا أحب الناس كلهم بمختلف فئاتهم ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنياً يعني أنا إنسان أنا عربي أنا يمني فلماذا لا يكرم هذا الشاعر العظيم وقد عمل هذا الكلام الذي يعني يعتبر كلاماً كبيراً على مستوى العالم وأشكر يعني الوقت توكل على هذه اللفتة الكريمة التي يعني كانت مميزة حقيقةً وأسعدتني كثيراً كما أسعدت الكثيرين بهذا اللقاء الذين لم يعرفوا أيوب ولم يلتقوا ولم يواقهوا هكذا فشكراً كثيراً لكم وتحياتي للجميع إلى أن نلتقي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر